قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا اليوم عن شاب واسيم عزف بيانو بيتقابل مع بنت مكوريا الشمالية بعد تحالفهم ويقعف حب بعض بعد ما كانوا مش طيقين بعض فيترى إلا يحصل معاهم ده لا نعرفه بس لو أول مرة تشوفني اشترك في قناة زميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ مع جوهيونغ اللي بيروح لبرك اللي دبسه في حفلة غنائية مغير ما يأخذ رأيه وكمان هانا كيونغي بتيجي عشان يوددبسها معاه ومش عارف ازاي يقرروا اي حاجة وبيكون متفق معاه في الكلام فبرك بيروح يمسك ايدهم وبيعرفهم في النم عندها 80 سنة وكانت عايزة يكون كويس على طول وساب الجزء في كوريا الشمالية وكانت بتفضل مستنيه على طول وبيأثر فيهم هما الاتنين وفجان غسوف كل موجودين ولما قالع اللي بيحصل كانت فرحانة وقالت له ان لازم الكل يأكلوا سواء على قل عشان يفضلوا فكرين ده على طول بينهم وعايزين يعملوا مجود كبير عشان يكونوا سواء وبيتأسف له مع تنظيم الحفلة مغير ما يعرفوا وعاوزوا منهم يوافقوا على ده أصلا وجنغسو بينضم لي وبيعرف ان ينغ ويجيانغ كويسين جدا في مكانهم ولو عازفوا سواء هشكلوا سنام متميز أصلا وبيحاول يأثر فيهم فبيمشوا وبرك بيكونوا والألف القصة دي عشان يوافقوا وبيكون ضحك على الكل حتى على جنغسو فبيعد الوقت مع تحضر الحفلة اللي هتم بالكل سكان المدينة الجديدة دي واللي متشكلة من سكان كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وجنغسو برقي بتعاوني سواء كمان وبيروح يحضروا اللحمة في المكان وبيشوا شكل كويس همه الاثنين ومبسوطين ومستغربين ان لسه ما فيش اي حد وصل أصلا وعلشان كان بيكونوا مستنيين الناس لما يجوا من رحة اللحم ومن هنا كم جوهي بتيجي وبترحب بيهم وبتكون بتصور وبتكارة تشارك كل ما قطحها دي بعد سنة علشان المفروض ما تشاركش اي حاجة حاليا وبيترح تصور تعمل هينغ وكينغ سواء وانها مش طيقة وعيزة يسكت بس ان الكل يبدأ يجي من سكان الكارية عشان يأكلوا سواء وبيكونوا مبسوطين بتجمعوا اللي بيحصل ده وبيرحبوا بعض كلهم وحرفين الطعام بيكون هو اللي جمع الاشخاص من كل البلاد وبيبدأوا انهم يأكلوا والزوجان دول بيغنوا وبيعملوا عرض كويس هما الاثنين وبيسقفوا ليهم اصلا وبيفراحوا بالعرض بتاعهم ده واللي بيكونوا من الشمال وبيكرر انهم يدرسوا بشكل كويس ويخلفوا بعد 6 شهور ومن هنا بيبدأوا يعرفوا نفسهم واللي بيكونوا الدكتور جينسانغ ودخص بالطب الباطني والدكتور بارك دامسو ودي شغالها معا في العيادة وانا كينغ بتعرف نفسها كمان انها شغالة في البحوثة الزراعية ونام اللي كان مقاتل وكم جوهي اللي منشرة محتوى وفنانة ويبتون ولس عزباء وبتلمح لنام وكل واحد بيعرف نفسه فيهم واللي بيكون اسمه هان بس مستقربين ان الجهيون انغي مش موجود اصلا وشايفين في النواقات موجود في مكان فيروح يشربه سوا وبرك بيشرب مشروبه خاص بكريه الشمالية واللي بيعجب جدا به ومبسوطين بالتوحيد اللي حصل بين الشمال والجنوب اصلا فانه ينغي بيكون بيحضر نفسه وكلهم عايزون يكون موجود عشان عرض هيبدأ قريب فبرك بيكرر يروح يشوفه وبيلاقي قاعد ومتحضر وشايف انه وسيم بس بيعرفوا انه مش يعرف يازف رغم انه وافق العرض الخاص بيهم ومش يعرف يازف كده وما بتعاملوا كده اصلا وبالفعل برك بيكرر ان يزبط الموضوع ويترجع انه يحاول ويعمل استثناء للحوار وعلشان كده ينغي بيوفق انه يعمل ده ويروح يازف مع انا كيونغ اللي بيروح يقدموهم وبيحييهم امه الاثنين وبيعرف في انه يتكيف على العصف اللي هتعمله وبيل الشيلة من الاخطاء ومن هنا هناك يونغي بتبدأ العصف على كمان واللي بتكون كويسة جدا ومن هنا جهيونغي بيروح يازف وبيتكيف معها على العصف وبيكون امه الاثنين كويسين بشكل كبير وبرك بيروح يغني وبيعمل جوه مع امه الاثنين واللي بيكمله وجنغسه وبيفرحها بشكل كبير وينغ بيقوم بيعزف بشكل احسن من الاول وهنا برضو وبيفضل يعيصه وبرقصه كلهم سوا والحفلة بتبقى احسن بكتير بفضل هناك يونغ وجوه يونغ وبيرقصه كلهم سوا وبيفضل يعزفها اكتر لغيرت ما بيخلصوا على طول فبيحييهم وبيمسكوا اتبعض وبيبتطار بانهماسك ادها كده وبيحيوا بعض امه الاثنين وفجأة النور بيقطع ويظهر انهم بقى في مصر بس انا بيبدأ جرس الانظار بيحصل وبيكرر يتوصله مع الدعم ومش عارفين اللي بيحصل وبيفكروا في ان دي ممكن تكون حرب ولما يونغي بيشوف ده بيروح يتخفض تحت البيانه بتاعه وانا بيحميك يونغ على طول وبنعرف ان دي مش حرب وده غزلة ماسك الحدود الشمالية وده قد القطع الكاربة الرئيسية ويبيرتاحه وعلشان كده برك بيكرر يني الحفلة وكل واحد يمشي وحارفين بتكون القرية مش مجهزة بشكل كويس خالص وهونغي بيطلع بيليف ان في بادلة حصلت في النظام فنروح للجوية اللي بتكون ماشية مع نام وبتعرف ان هونغي عايش مع كونغي بسبب خطأ في النظام وبتفكر في انه يحصل زي درامة وبتضرر للحب بس بيتدايق اوية بتلاحظ ده وعلشان كده بيروح يمشي على طول وهي بتودع ويا مبسطة اصلا فنروح لهونغ اللي بيروح بيليلن كونغي قاعدة على شمعة وبتتم بكمال خاص بيها وشايف انها مش بتعزف كهاوية وبيشكر في عسفال اللي استمرت لمدة عشر سنين فيه وعايزها تكون معاه عشان تستمر في العسل وبتعرف ان كلامه ده بيفكرها في انهم مقربين من بعض ولما بيشوف انها عاملة شمعة على الطبق ده بيروح وبيشيل على طول عشان الطبق ده غالي جدا ومن امريكا ولما بيتأثر بتاخده ببرد ايده بدل ما يتأزه وعايزها يكون كواس مع ايده وده بيأثر فيه خصوصا لما بيركز معها اصلا ويبتكرها تمشى لما النور ييجي على طول فانا بارك وجنغسوب يفكروا في اللي حصل وانهم راحوا شاف السبب في العطل وانهم رفض يكل الحيوان اللي ماد ده عشان شكلهم قدامه كورين الجنبيين اصلا وفرحانين انهم عملوا ده فيروح عشان ينظفوا ان كان بعد الحفلة اللي حصلت وشايفين في انهم ياخدوا وقته طويل فبيعدي اليوم مع بارك اللي بيفوق بعد الحفلة ويبيلايف ان كان غسوبة اللي عمال نايمين عنده على الارض مكتر التعب في حانة النجاهيون سيحضر القهوة خاص به واللي بيكون حبيبها بس بيكرر يروح يدخل الحمام واللي كان غي بتكون فيه عشان ومش قادر يستحمل ومش عارف يعمل ده خالص وعلشان كان بيكرر يروح ويطلع جري على طول واستغرب كل سكان القرية وفجأة بيكون راح للمكان ده وجنغسوب يخاف منه علشان وشكله مددئي كتير وجايل هنا بس بيجي علشان يروح الحمام على طول وعلى اخر ومش قادر خالص فهنا كونغة بتطلع وبترح تشرب بالأهوال اللي عملها هيونغ ومفسطة جدا بيه في حانة ان هيونغة بيطلع بيكون جاء عشان كونغة في الحمام على طول ومش عارف يتكلم معها وعاوز بارك نقله بسرعة بما انه وعده بس بيفضل يتحجي جيلك العادة علشان ده محتاج وقت لمفت الطرفين ولو عاوز الحمام ممكن يجي هنا على طول وهونغة شايف انه مش حل خالص وعاوزوا يمرجع البيانه بتاعه جوه البيت من تاني واللي جانغة سوف يكرر يعمل ده اصلا فبيروح بلا ان القهوة بتاعته تشربت ومش عارف اللي هي بتعمله اصلا بس جانغة سوف يكرر انه يدخل البيانه مع مساعدين بتوعه من جديد وبيروح يجروا بدل التعديل اللي بيعمله ده فبيروح الحمام وبيلاف انه فيه اهمال منها في كل حاجة وعلشان كابيكرر يبدأ ينظف خصوصا انه ينغ بيقرف من اقل حاجة ومش طيق اللي هي بتعمله اصلا وبيفضل يعمل ده فترة كبيرة لغاية ما بيخلص فبيروح لمنطيب بيونغ اللي بيت هناك ينغ مع عمتة وابوها اللي بتكون شغالة في المشفى وتفضل ده فترة كبيرة فيه وبيكون بيتها مفكك حرفيا خصوصا بعد موت امها وبيروح يشوف الطعام وبيكون مفتقد لبنته واناك ينغ كتير وبيكرر يشرب قليل زي موعدها فان هناك ينغي بتكون في العمل بس عمتة بترنى عليها بتطمن عليها واناها عاشة كويس في المدينة وبتعرفة في ان ابوها اكيد هيكون حزين بمن انه يكون وحيد وعاوزها تتصل بابوها من دلوقتي وتبقى تطمن عليها خصوصا ان الزكرة وفاة امها بيكون هيجي خلاص فبنروح له ينغ اللي بيروح يرنى على تشور رئيس التنفيذي وبيكون مش عارف يعيشنا بس بيعرف ان توسل ليه عشان يفضل بس هو اللي اصر وعمل ضرر كبير ليهم خصوصا ان يفضل سنة وعاوزوا بلاش عامل مشاكل وهو هيلم مع صورة الاعلام ويبقى يتضرب بين فترة والتانية وبيكون حزين جدا فبنيجي البرك اللي بيعمل اعلان انه يحصل اجتماع الساعة سبعة والكل بيجي فيه وبالفعل بيعدي الوقت وبيروح يوزع لهم جدول الاعمال اللي يتعاملوا عليه والمزرعة اللي تكون بين الكريتين ويتشاركوا كلهم في الزراعة بس لما يونغ بيرفض عشانه عايز بيانه بيرفضوا وجوهي بتكون شايفة في ان ده زي برنامج تعت وجبات في اليوم اللي بيعتمدوا على الزراعة والتعاون فيه وانهم هعملوا برنامج قاعدة تدوير والكل بيقرر ان يتعاون بس يونغ بيقرر ينسحب وبيمشي وده وسط الاجتماع واستغربوا الكل منه فبيطلعوا بيقرأوا الشروط اللي معاهم وانا بيكون حاسس ان في حاجة معانك يونغ وشايف ان هونغ مش كويس في معاملته واكدية مش كويسة بس بتعرفوا ان بداش تتكلم كده على طول ويتم بنفسه احسن فبنروح لسانغ ودمسوما ماشي مع بعض وشايفوا ان الزراعة عندهم وظفة الفلاحين وبيفرحهم الاثنين سواء وبتبطل تغني وشايف انها جميلة وبتقرأ نتعلم له الاغنية فبيعد الوقت مع تحضر العشان جهونغ والا اول ما انا كونغ بتيجي بتكون مرتبك وعاز تأكل وتشرب معاه وبالفعل بيعمل ده وبتشربه على مرة واحدة واستطغرابه وما هي بيبدأ يعرفها زي تشربه خصوصا ان ده نبيس غالي مش زي السوجو فبتروح تكرر تشرب وبتكون معاه وتوجب جدا بالطعام ده وبتفضل شايفة في انه غريب عشان كان عايش برا على طول فبيقترح حاليا انهم يعملوا قواعد يمشي عليهم الاثنين بما انهم عايشين مع بعض وبيروح يخليها بلاش تستخدم الحمام اكتر من ربع ساعة وبيفضل قول حاجاته وما شربه اصلا ورفض البطل شرب وبتروح تجيب عشان تشرب اكتر وبتخليه كمل الشروط الباقية وبتخليه نظف البيت بما انه كواس في التنظيف وبيشربه على مرة واحدة وبيعرفه في ان محدش يلمس اي حاجة ليه وخصوصا حاجته وبيتفه على ده فبيعد اليوم معنام اللي بروح يمارس الرياضة قدام كم جوهي واللي بتروح عشان تشوفه وتصوره وبتعزمه على الشاي ومن الواضح انهم ينجذبوا البعض فبيروح يخبط لعنا كيونغ بما نتأخرت وده بيفوق جهيونغ اللي بيجي يشوف بيلاقف ان هنا كيونغ نام جانبه على سر واحد اصلا وبيتصدم والجزء اللي بيخلاص علينا فيترى اللي يحصل بين يونغ وهنا ولا يحبوا بعض ولا لا ده نعرفه الجزء الجاي فما تنسوش الاشتراك في قناة تفعيل الجرس يحلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي بكل سهولة سلام